فأنا هدل حضرتك مثال بالأمس القريب أمبارح بس أمبارح بس يمكن كان عندنا الكابتن محمود كان موجود في النادي كان موجود في زيارة أيضا ومتابعة لفريق مباراة الودية لقرة القدم وكان حريص على تقديم الدعم والمساندة لفريق قرة القدم استعدادا للمباراة المهمة في الدور المصري في مواجهة فريق نادي الزمالك نتمنى التوفيق لفريقنا إن شاء الله في الحصول على نقاط المباراة التلاتة وهي نقاط للمباراة التلاتة كان أيضا حريص على الاستجابة لطلبات الاتحادات المصرية الوطنية القوائم المرشحة على انتخابات في هذه الاتحادات الوطنية الرئيسية مثل اتحاد التنس الأرضي اتحاد كرة الطيرة اتحاد ألعاب القوة وهي اتحادات لها سقلها كألعاب أولمبية أيضا كان حريص على الاستجابة لاستقبال هذه الطلبات من الجبهات أو من القوائم المرشحة وأيضا كما نطبق المبادئ داخل النادي الأهلي نطبقها خارج النادي الأهلي. فنستجيب لكل الطلبات لكل القوائم المرشحة. ونستمع إلى رؤيته. وده كان جزء من النشاطات اليومية. النهاردة الصبح كان في الصباح الباكر معي اجتماع مع الزميل الفاضي الأمير توفيق مدير التعقدات والتسويق. وأيضا ممثل الشركة الرعية للتجهيز للمعسكر الفريق الأول أثناء فترات التوقف في بطولة الدوري. والمباريات المنتخب الوطني المصري. كنا حارسين النهاردة بنشوف الاستعدادات والترتيب مبكرا لمعسكر الفريق. أيضا على الجانب الآخر كان عندنا اجتماع آخر مع كل الأجهزة التنفيذية. حتى حضر الكابتن محمود في الحقيقة هذا الاجتماع مع كل الإدارات المركزية الموجودة في النادي. ومتابعة التجهيزات التي تتم سواء للأنشطة اليومية أو تتم للتحضيرات للجمعية العمومية. وحضر شخصيا فيه وحضر كل الأجهزة التنفيذية الموجودة في الإدارات الرئيسية. هذا يعكس لحضرتك حجم التوازن الموجود ما بين التركيز والاستعداد بصورة طليق بالجمعية العمومية الموقرة لنادي الأهلي. ونشتغل فيها على قدم وصاق. وأيضا متابعة الأعمال اليومية وتجهيزاتها. يمكن كان بالأمس القريب عندنا اجتماع مع شركة الخدمات الرياضية. وكنا بصدد إنهاء الخطوات الأخيرة في توقيع تعاقد مع أحد الدول العربية لتطبيق. سوف نعلن عنه في وقت المناسب ده مع الشركة. أيضا كان لدينا اجتماع آخر مع شركة كرة القدم لتوقيع عقدين مع أكاديميات كرة القدم بالتنصيق مع كابتن محمود وياسين بي منصور رئيس مجلس إدارة الشركة. والزميل الفاضل الأستاذ عمر شهين. وأيضا هذه العقود سوف تم إنجازها خلال يومين في دولتين عربيتين. سوف نعلن عنهم في القريب العجل. أنا أكلم حضرتك على الشركات من خلال أسبوع كان هناك اجتماع مجلس إدارة الأهلي للمنشآت الرياضية لدراسة ما يتعلق بشأن الأستاذ الجديد للنادي الأهلي. ودراسة العروض المقدمة من شركات عالمية لما يتعلق بالحصول على حقوق التسمية. ده الحياة اليومية بتاعتنا الشركات شغالة لجاني النادي الأهلي شغالة. الجهاز التنفيذي شغال. قرة القدم التي لها نصيب الأكبر في الاهتمام الجماهيري تعمل على قدم وصاق. النشاط الرياضي أيضا وهو الجانب الآخر للشؤون الرياضية شغال على قدم وصاق. مسئولية النادي الأهلي التاريخية تجاه الرياضة المصرية كمصدر رئيسي للمنتخبات القومية. لم تشغلوا انتخاباته عن أداء رسالته الوطنية تجاه اللجنة الأولمبية واتحادتها. فكان هناك استجابة من رئيس مجلس إدارة النادي لكل القوائم التي طلبت مقابلة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لتعرض رؤيتها التطورية لتلك الرياضات. كنا حرسين أن نقوم بهذا الدور الوطني. ودي مسئوليتنا التاريخية. يمكن إحنا أكبر مؤسسة رياضية بتمد المنتخبات الوطنية بكل تجهزاتها. أيضا في متابعة دقيقة للإدارة المالية أيضا ومتابعة الشأن المالي وتدفقات النقدية التي تبقى موجودة في النادي أيضا. عشان نقدر عملية التمويل تبقى عملية مستمرة. لا النادي الأهلي مؤسسة عريقة تستطيع أن تواجه كل التحديات الموجودة. سواء كانت الاستعداد للجمعية العمومية بطريقة أيضا لقت إعجاب وتقدير. يمكن إحنا بنتعاون مع الجهة الإدارية المركزية. وإيضا نتعاون مع اللجنة الأولمبية. ونتعاون مع أطراف أخرى قضائية للإشراف. نالت كل تقدير منهم. عندما يأتي اسم النادي الأهلي تشعر بالطمأنينة والثقة في سلامة الإجراءات. عندما تتحدث مع الاتحادات الرياضية أيضا تشعر بأن هناك فيه ثقة ومصدقية في أن النادي الأهلي لديه القدرة. كما لديه القدرة على إنجاز البطولات في أرض الملعب. لديه القدرة أيضا على إنجاز الأعمال الموكل بها الجهاز التنفيذي خارج أرض الملعب بنفس الكفاءة. ولا يرتدي إلا بالمركز الأول لجمعية العمومية الموقرة في الانتخابات القادمة إن شاء الله. اشتركوا في القناة